بمعاقبة حنين حسام عبدالقادر محمد عبدالجيل بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمها مئتي ألف جنيه لما نصب عليها ثانيا بمعاقبة كل مما ودى فتح رشاد الأدهم ومحمد عبدالحميد زاكي مصطفى راضي وشهراته محمد زاكي ومحمد علاء الدين أحمد مرسي وشهراته محمد علاء لايكي وأحمد صلاح محمد دوسي عمر وشهراته أحمد لايكي بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم مئتي ألف جنيه لما نوسب إليه هكذا أسدل السطار على القضية المعروفة أعلميا باسم فتيات التيك تاك حيث وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مئتي ألف جنيها ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن ست سنوات وتغريم كل منهم مئتي ألف جنيها وكانت نيابا قد وجهت تهمة ارتكاب مواد الأدهم وحنين حسام وآخرين جريمة الاتجار بالبشر وذلك عبر استغلالهن لأطفال في أعمال منافية للآداب العامة مقابل إعطائهم مبالغ مالية بزعم توفير فرص عملهن تحت سيطار أعملهن كمذيعات ونالت حنين حسام ومواد الأدهم شهر كبير على مواقع التواصل الاجتماعية فالأولى اشتهرت على تطبيق التيك تاك ولكنها استغلته بطريقة خاطئة حيث قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام فيما قامت مواد الأدهم بعمل محادثات مرئية على تطبيق لايكي لإنشاء علاقات صدقة مقابل الحصول على أجر يتحدد بمدى التساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذع للكافة دون تمييزة وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة قد تمكنت قبل ما يقرب من عام ونص من إلقاء القبض على مواد الأدهم وحنين حسام في أماكن مختلفة بالقاهرة والجيزة لينتهي الأمر بعد ذلك بالقبض عليهم مجددا وسجنهم لتنتهي بذلك قصة فتيات بدأت من التيك توك ولايكي وانتهت في السجنة إسراء سعد آخر نهار أهلا بحضراتكم في القاعدة اللي بتقول معظم النيران من مستصغر الشرر يعني شرارة صغيرة قد كده شرارة صغيرة قد كده ممكن تستهتر بيها أو تستهين بيها أو ما تعملهاش حساب الشرارة دي ممكن تعمل حريقة كبيرة ولعة كبيرة تاخد اللي فشها وبتدرش أن أنت توقفها هو ده تعليقي بالزبط على اللي حصل مع البنتين حنين حسام ومواد الأدهم وأنا مش عارف الحقيقة أنت رأيكم إيه بس لو سألتوني عن اللي جوايا بجد أنا زعلان زعلان جدا مش زعلان من الحكم أنا زعلان عليهم وأنا قلت لكم الكلام ده من أكتر من سنة وإحنا بنتناول الموضوع حتى قبل ما يتقبض عليهم وكانوا لسه قضيتهم يعني مطارة إعلاميا على أساسهم فتيات التيك توك واللايكي ومش عارف إيه وحتى لما اتقبض عليهم ودخلوا بقى في سلسلة من التحقيقات سواء في النيابة الأول أو في المحكمة بعد كده وأنا طول الوقت كنت بقولي الكلام ده هم غلطوا آه غلطوا 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 قولا واحدا ما فيهاش فصال بس أنا في النهاية بشوفوا واحدة منهم زي بنتي أنا عندي بنات في السن ده عندي بنت في السن ده وبنت أصغر سنة منهم يعني وكل أب وأم بتفرجوا علينا دلوقتي ممكن يشوف بنت دي بنته فتخيلوا بنتك اللي هي فرحتك اللي هي وردتك اللي انت في البيت اللي انت بترعيها وبتكبرها ومتخيل انها هتبقى باهجة عمرك ينتهي بيك الأمر انت بتسلمها في إيدك إلى السجان عشان تقضي جزء جبين من عمرها خلف قطبان السجن ويريد احنا نتكلم على جناية بقى قتل ولا كذا ولا كذا لا ده 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 السبب ده بس مش لوحده ده السبب مع عدم الرعاية ومع عدم الرقابة ومع عدم التربية اللي ليها علاقة بالاهتمام والمتابعة موبايل لوحده في إيد الولاد الصغيرة من غير معرف هما بيعملوا بيه ايه وبيحملوا عليه ايه وبيصوروا فيه ايه وبينشروا بيه ايه مصيبة مصيبة تلاقي في لحظة بيخبط مين عايزين بنتك اللي جوا أو ابنك اللي جوا ليه عمل جريمة على النت فالجوا يا أنا زعلان ومأهور على بنتين يعني طبعا لسه فيه درجة تقاضي معلومات يعني زيما سألت السادة المحامين والمستشارين اصدقائنا لسه فيه درجة تقاضي وهي النقد لان دي جنايات والحكم ده طبعا حكم يعني عين الحقيقة لا جدالة فيه لكن يحق لهم بعد كده اعتقد النقد يعني لو انا معلوماتي القانونية سليمة لكن حتى الان هم مدنين وحيتحبسوا الا بقى عملوا نقده ونقده اتقبله وبعد كده خدوا براقه في النقد قصة تانية لكن حتى الان هم مدنين بحكم المحكمة وحيتحبسوا عشر سنين حنين حسام وست سنين مودة الان فيه ناس وانا رحايا مش حابب يخش في هذا الجدال فيه ناس رأيها ان الحكم مظبوط ومناسب جدا جدا عشان يعمل ردع للاخرين والردع للولاد والبنات الصغيرين وفيه ناس تانية شايفا ان الحكم قاسي اه لولاد غلطه بس مش لدرجة عشر سنين وست سنين وسبع سنين وكان يتم مراعاة ان هم ولاد صغيرين ومعندهمش خبرة ومعندهمش مش عاب ايه انا لا حابق مع دول ولا محابق مع دول لانه انا متعودتش ان انا اعقب على احكام القضاء احكام القضاء تعلمنا انها عين الحقيقة وانها امر مسلم به الى ان تتغير بحكم قضاء اخر لكن ان احنا نقول انا رأي انه صح انا رأي انه غلط هذا افتاء بغير علم فيه غير محله لكن هي القصة اللي هنا اللي تم تفسيرها انه ليه الحكم شديد عليهم علشان فكرة تأثير اللي هم عملوه على اكبر قدر ممكن من الناس يعني فيه جريمة فردية فيه واحد مسلا طلع اوتوبيس نشر واحد هنا جريمة وحيتعاقب طبعا ويتحبس بس هنا في النهاية هو ضر مين ضر واحد بس اللي نشله لكن هنا القصة انه الفعل اللي هم عملتوا مودة وحنين فعل بيسموه فعل متعدي متعدي يعني طال ضرره واذا عدد كبير من الناس لانه اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على التطبيق اللي اسمه لايكي وعلى بتاع اللي اسمه التيك توك فبالتالي عدد كبير وفيه بنات ولاد دخلوا وعملوا مش عارف ايه وبتالي عملوا اتشاط مع بعض وبتالي يكذبوا مش عارف ايه وكذا اللي هي تهمة الانتجار بالبشر اللي اتهم بيها حنين ومودة فعشان الفعل متعدي وفيه صفة الضيوع والانتشار وطال عدد كبير من الناس يمكن عشان كده الحكم طلع شديد عليهم فيما يتعلق بالإدانة لكن برضو انا مش هخش فيه قاسي ولا مش قاسي ولا مش ناسب ده حكم المحكمة ولها اعتبارها هو سؤالنا دلوقتي هنتعلم الدرس بقى ولا لأ احنا هنتعلم الدرس ولا لأ احنا كلنا كبار وصغيرين الصغيرين لازم يشوفوا مواده وحنين ان هم عبرة بيعملوه ازايهم لانه اللي حيروح في سكتهم هيحصلوا اللي حصل لهم وعبرة لنا احنا كأولياء امور وابهات وامهات هتفضلوا تجروا على لقمة العيش وتسيبوا ولادهم او ولادكم الموبايلات الموبايلات هيلة تربيهم هتفضلوا مالهيين في الحياة وازماتها ومشاكلها وتسيبوا الولاد لعبة بقى في ايد اصحابهم في ايد مش عارف ايه في ايد التطبيقات بتاعت الموبايل انتو حري احنا بنشأ وبنتعم وبنتفح الكوتة في حياتنا عشان الولاد عشان ولادنا ففرحتي وانت عملت فلوس لكن بصيت ما لقيتش ولادك ايه الفايدة ساعتها فارجوكم ما بقولش ان احنا نحجر عليهم ما بقولش ان احنا نكتفهم ما بقولش ان احنا نخنقهم ما بقولش ان احنا نحط عليهم حرس بس ابسط ابسط اولويات التربية اللي هي المتابعة والاهتمام فانا بتابع بناتي وباهتم بيهم مش ان انا بكلبشهم بس انا بيعارف هم بيعملوا ايه واسبهم منطهة الحرية بس انا بيعارف عشان لما ايجي الخطر اقولهم خلي بالك انت كنا ماشي في سكة خطر ارجع وده دوري كاب او كام ان انا ما بيعملش الدور ده انا انا بقول لكم حرسوا وخافوا على ولادكو لانه المغريات كتير والاخطار كتير والتطبيقات كتير وربنا يسطر من اللي جاي